أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصف ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخر ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجهن من باره من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤرؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها استقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مأشر الجن والإنس إن استطعكم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشق في السماوات فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تكذبان فبأي آلاء ربكما 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 تكذبان ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان طور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمستن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبطري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أوزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأنقال فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْلِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصف ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخر ذات الأكمام والحبز العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تفذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الإنسان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تفذبان ربكما تفذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تفذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تفذبان يخرج منهما اللؤرؤ والمرجان تفذبان فبأي آلاء ربكما تفذبان تفذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تفذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تفذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تفذبان سنفرغ لكم أيها استقلان فبأي آلاء ربكما تفذبان يا مأشر الجن والإنس إن استطعكم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تفذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تفذبان فإذا انشق في السماوات فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تفذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تفذبان يعرف المجرمون يعرف المجرمون التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل كالدهان فبأي آلاء ربكما تفذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تفذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تفذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تفذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تفذبان متكئين على خرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تفذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسن إنس قبلهم لم يطمسن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تفذبان كأنهن الياحوق والمرجان فبأي آلاء ربكما تفذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تفذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تفذبان فبأي آلاء ربكما تفذبان فبأي آلاء ربكما تفذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تفذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تفذبان 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 متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تفذبان فبأي آلاء ربكما تفذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أوزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأنقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخر ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفقار وخلق الجهن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤرؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها استقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مأشر الجن والإنس إن استطعكم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشق في السماوات فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيما فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خرش بطائن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياحوق والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أوزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأنقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخر ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجهن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤرؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأل ويبقى وجه ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها استقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأخدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خرش بطائن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقام 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 ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان طور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمستن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أوزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إننا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأنقال فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْلِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصف ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخر ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الإنسان من صلصان كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤرؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها استقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مأشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشق في السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيما فيؤخذ بالنواصي والأخدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمث من إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياخوك والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أوزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأنقال فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ وَالنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ أَلَّا تَقْغَوْ فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِصْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضُ وَضْعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْرُ زَاكُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّزُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُفَذِّبَانِ خَلَقُ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ بَارِهِمْ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْرُؤُ وَالْمَغْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي شَأْهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا اِسْتَقُلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَأْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْهُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْفُذُوا مِنْ أَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِنْ نَارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّ فِي السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيومئذ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَخْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمٌ لَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آلَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زَوَاتَهَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى خُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبَرَقَ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِسْتُمُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ لَمْ يَطْمِسْتُمُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاحُوقُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانُ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما عيناننا الطاحتان فبأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما فاكِهَةٌ وَنَخْرٌ وَرُمَّانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لم يطمِسْتُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أوزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إننا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأنقال فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن الرحيم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخر ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تبذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الإنسان من صلصال كالفخار ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تبذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تبذبان يخرج منهما اللؤرؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تبذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تبذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تبذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تبذبان سنفرغ لكم أيها استقلان فبأي آلاء ربكما تبذبان يا مأشر الجن والإنس إن استطعكم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تبذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تبذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تبذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تبذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تبذبان هذه جهنم التي يبذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تبذبان ولمن خاف مقام ربكما تبذبان فبأي آلاء ربكما تبذبان ولمن خاف مقام ربكما تبذبان ولمن خاف مقام ربكما تبذبان فبأي آلاء ربكما تبذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تبذبان فيما عينان تبذبان فبأي آلاء ربكما تبذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى الجنتين دان ولمن خاف مقام ربكما تبذبان فبأي آلاء ربكما تبذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنسوا قبلهم لم يطمثهن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تبذبان كأنهن الياحوق والمرجان فبأي آلاء ربكما تبذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تبذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تبذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تبذبان 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 وعباไป حسان فبأي آلاء ربكما تبذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أوزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأنقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم 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 بالقصف والرحيم الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخر ذات الأكمام والحمد العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تبذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجهن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤرؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان وله وله الجوار ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها استقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مأشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشق في السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء زوات زوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان متكئين على خرش بطائنها من استبرق فبأي وجنى جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمس لم يطمس هن إنس قبلهم لم يطمس هن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياحوق والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فيهما عينان طاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان 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 فيهما فاكهة ونخ ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان طور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان لم يطمستن إنس قبلهم ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان 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 على رفق رفق خدر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أوزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأنقال فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْلِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصق ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخر ذات الأكمام والحبز العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفقار وخلق الجهن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤرؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مأشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشق في السماوات فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماوات فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان